سيدة كريستو تعشق زوجها وتقدسه وأيقن المفتش أنه إذا كان ثم الدافع فعليه أن يبحث عن هذا الدافع في قصر هلو ودك جرس التليفون فالتقطت الآنسة كولينزي السماعة ولم تلبث أن قدمتها إلى المفتش قائلة إن المكالمة لك يا سيد المفتش قالو نعم أنا المفتش جرانج ماذا؟ ولحظت الآنسة كولينز أنه نطق الكلمة الأخيرة بصوت غير عادي فنظرت إلى قسمات وجهه لعلها تعرف جلية الخبر ولكنه كان وجها جامدا لا ينم عن شيء واستطرد المفتش نعم فهمت هل أنت متأكد؟ إذن سأقول لديك لقد فرعت من مهمتي هنا وحين انتهى من حديثه التليفوني جلس برهة جامدا وعندما تكلم كان صوته غريبا قال ليس لك رأي خاص يا أنسة كولينز فيما حدث تعني هل لديك فكرة عما انقطرت دكتور كريستو ليست لدي أي فكرة على الإطلاق يا سيد المفتش فقال المفتش ببطء حينما اكتشفت الجثة كانت السيدة كريستو وقفة بجوارها تحمل مسدسا ولم يكمل جملته عمدا ولكن الأنسة كولينز أجابت في ثبات إذا كانت تعتقد أن السيدة كريستو قتلت زوجها فأنا متأكدة أنك لست على صواب إذا كنت تعتقد أن السيدة كريستو قتلت زوجها فأنا متأكدة أنك لست على صواب فالسيدة كريستو امرأة لا تعرف العنف وكانت مطيعة خاضعة لزوجها فمن الخطأ أن يظن المرء لحظة أنها يمكن أن تقتل من كانت تعشقه وتتفانى في خدمته مهما كانت القراء والملابسات تبدو ضدها إذا لم تكن هي التي قتلته فمن قتله لست أدري حملك السير هينري إلى المفتش كرانج وقال في دهشة إني لا أفهم ماذا تعني يا سيد المفتش إنما أعني في غاية البساطة يا سير هينري إنني أطلب إليك أن تفحص مرة ثانية مجموعة من الأسلحة التي تملكها ولا شك في أنك تحتفظ بسجل خاص بها طبعا ولكني قررت من قبل أن المسدس الذي وجد مع الجسة كان من مجموعتي إن الأمر ليس بهذه البساطة فإن الدكتور كريستو لم يقتل بالمسدس الذي تعرفته هذا الصباح ورفع السير هينري حاجبيه وقال عجبا ولكن هل لديك من الأسباب ما يدعوك إلى الاعتقاد بأن الرصاص القاتلة جاءت من أحد الأسلحة الموجودة في حوزتي ليس هناك سبب ولكني يجب أن أتأكد إنك على حق وفتح أحد أدراج مكتبه وأخرج مجلدا أنيقا وقلب صفحاته وهو يقول إن الأمر سيستغرق بعض الوقت واسترعت لهجته انتباه المفتش فألقى عليه نظرة فحصة فإذا به قد تقوست كتفاب وبدى رجلا عجوزا متعبا وقطب المفتش حاجبيه وقال لنفسه إنني لا أفهم هؤلاء الناس ولن أفهمهم أبدا وسمي حركة صادرة عن السير هنري فاستدار إليه وقال نعم يا سيدي هناك مسدس من عيار 38 مفقود لقد كان في جراب بني وكان موضوعا في هذا الدرج ومتى يا سيدي رأيت السلاح في مكانه لآخر مرة ليس من السهل أن يعرف الإنسان يا سيدي المفتش إنني فتحت هذا الدرج منذ أسبوع وأظن أن المسدس كان موجودا شكرا لك يا سيدي يجب إذن أن أستكمل تحرياتي وترك المفتش الغرفة وجلس هنري برهة جامدا ثم نهض وخرج إلى الشرفة فوجد زوجته تحمل سلة أزهار وترتدي قفازا وكانت تشذب بعض الأزهار فلوحت له بيدها وقالت في انشراح ماذا كان المفتش يريد أرجو أن لا يزعج الخدم مرة أخرى إنهم لا يهتمون بالبوليس كما نفعل وهل نهتم نحن أيضا بالبوليس؟ وأثارت لهجته انتباهها فابتسمت له وقالت إنك تبدو متعبا يا هنري يجب أن لا تدع هذا الحادث يزعجك إلى هذا الحد فقال هنري يخيل إلي أن الأمر سيكون أكثر إزعاجا مما نتصور جميعا أطل بوارو من نفذة الفيلا فرأى هنريتا سفيرنيك تعبر الحديقة في طريقها إلى الباب الأمامي وكانت ترتدي نفس التيير الأخضر الذي كانت ترتديه يوم الفاجعة وكان معها كلب صغير وأسرع بوارو يستقبلها بالباب وبعد أن حيته قالت وهي تبتسم هل تسلمح لي بمشاهدة منزلك؟ إنني مغرمة بمشاهدة فيوة الآخرين مرحبا تفضلي بالدخول وقادها بوارو إلى غرفة الجلوس فألقت نظرة شاملة على الحجرة ثم قالت كل شيء هنا بديع ومرتب لا شك في أنك ستكره الاستوديو الذي أعمل به إذا رأيته ولماذا؟ إنك ستيجد كل شيء مغطى بطبقة من الصلصال فضلا عن عدم ترتيبه ولكنني أقدر هذا فأنت فنانة ألست أنت أيضا فنانا يا سيد بوارو؟ إنها وجهة نظر لقد رأيت جرائم يمكن أن أسميها فنية أمثل رائعة لمدى ساعة التفكير ولكن حل الجرائم لا يحتاج إلى القوة الإبداعية في الإنسان بقدر ما يحتاج إلى رغبة قوية في الوصول إلى الحقيقة رغبة قوية في الوصول إلى الحقيقة؟ إنني أفهم ما تعني ولكن هل تكتفي بالحقيقة؟ ماذا تعني؟ إنني أفهم رغبتك في معرفة الحقيقة ولكن هل تكفي الحقيقة؟ أعني هل تدفعك الحقيقة إلى نشاط من نوع معين؟ أنت تقصدين أنه إذا فرض أن عرفت الحقائق الخاصة بمسرع الدكتور كريستو مثلا فهل أحتفظ بالمعلومات لنفسي؟ وهل تعلمين الحقائق الخاصة بمسرعه؟ فهزت نريتا كتفيها وقالت الحقيقة الظاهرية تقول إنها جردة فنحن دائما نمير إلى اتهام الزوجة بقتل زوجها هل توفقين على هذا الاتهام؟ إنني أحب أن تنظر إلى المسألة نظرة أعمق وسألها بوارو في هدوء لماذا تقرمت علي بالزيارة يا آنسة سافرني؟ الواقع أنني لا أبحث عن الحقيقة مثلك وقد رأيت أن نزهة مع هذا الكلب من التقاليد الإنجليزية الجميلة ولكن آل أنجي كاتل لا يملكون كلبا وربما لاحظت ذلك بنفسك نعم قد لاحظت ذلك وهكذا فقد اقترضت كلب البستاني فقد اقترضت كلب البستاني إنني في الحقيقة لا أنزع إلى الصدق كثيرا وعادت الابتسامة الوضاءة إلى وجهها وكان رأي بوارو أنها ابتسامة لا تقاوم فقال بهدوء إن لك شخصية قوية ما الذي جاء لك تعتقد هذا؟ إنها الحقيقة وهزها استنتاج جاه الأخير فجلست برها جامدة تحدق إلى البصد تحت قدميها ثم رفعت بصرها وسددته إليه وقالت بثبات ألا تحب أن تعرف لماذا حضرت؟ ربما وجدت صعوبة في التعبير نعم هذا صحيح إن التحقيق سيجرى غدا وعلى المرء أن يقرر إلى أي مدى وتوقفت عن الحديث ثم نهضت وتوجهت إلى المدفأة وبدأت تعيد ترتيبة تحف الموجودة على رف المدفأة وتكهكرت خطوتين لتلقي نظرة على الترتيب الجديد ثم عادت كل شيء إلى مكانه بسرعة ثم عادت إلى مقعدها وقالت إذا كان على المرء أن يدلي بشيء فلا مناصم أن يدلي به ويبدو لي أنك الشخص الذي يمكن أن يثق به المرء هل ترى أنه من الضروري أن يعلم البوليس أنني كنت عشيقة جون كريستو وكانت تدلي بهذه الحقيقة في نبرات عادية ولم تكن تنظر إليه وإنما إلى الفراغ الكائن فوق رأسه وقد رد عليها بوارو بنفس النبرات الهادئة إذا فقد كنتما متحابين إذا كنت تفضل هذا التعبير ثم انتقرت لتجلس بجانبه وقالت من الأفضل أن يسمي الإنسان الأشياء بأسمائها وإلى متى استمرت هذه العلاقة لمدة ستة أشهر إن البوليس لن يجد صعوبة في الوصول إلى الحقيقة نعم لا شك في أنه سيفعل وماذا تقترح علي؟ هل أذهب إلى المفتش جرانج وأخبره بالحقيقة؟ وإذا عرف البوليس العلاقة بيني وبين الطبيب القتيل فهل يذيع أمرها؟ هذا يتوقف على مدى أهمية هذه العلاقة بالنسبة إلى الحادث إنك فيما أرى حريصة على سرية هذه العلاقة فأومأت هنريتا برأسها وحدقت إلى أصابعها برهة وفجأة رفعت رأسها وقالت لماذا ينزعون إلى زيادة الأمور سوءا أكثر مما هي سيئة أمام جردة؟ لقد كانت تعشق جون ولكن جون قد مات لقد فقدته فلماذا نصيبها بجرح جديد؟ أنت إذن تحرصين على شعورها؟ أنت تظنني منافقة؟ أنت تقول إذا كنت تهتمين بشعور جدا إلى هذا الحد فلماذا سمحت لنفسك أن تصبحي عشيقة زوجها؟ إن الأمر ليس بهذه الصورة إنني لم أكن أنوي أن أحطم حياته الزوجية لقد كنت واحدة ضمن موكب طويل إنني أكره أن يتصور الناس جون على أنه زير النساء إن هذا هو السبب في أنني جئت أتحدث إليك لقد كنت آمل أن أجعلك تفهم أي نوع من الأشخاص كان جون إنني أتصور الآن ما ستحدث هذه المعلومات من ضجة في الصحف والواقع أن جون لم يكن يأبه كثيرا بالنساء لقد كان اهتمامه مركزا في عمله وإذا كان قد قدر لك أن تسأله في حياته عن المرأة التي تركت أثرا وضيحا في حياته لقال لك على الفور إنها السيدة كاربتري فقال بوارو في دهشة السيدة كاربتري من هي؟ إنها عجوز من قبيحة فقيرة ولكنها كانت تستحوذ على تفكير جون إنها مريضة في مستشفى سانت كريستوفر كانت مصابة بمرض لا علاج له ولكن جون كان يبحث له عنه وكان يجري تجاربه على السيدة كاربتري هذا هو العمل الذي قرس حياته من أجله ولم تكن أعماله في عيادته بشارع هارلي تهمه في كثير أو قليل آهل لو أمكنني أن أقنعك بوجهة نظري ومدت يديها في الهواء بحركة يائسة ولكن بوارو كان يرى الحركة جميلة على الرغم من كل شيء وأخيرا قال يبدو أنك كنت تفهمينه حق الفه نعم لقد كان جون يزورني ليتحدث لا إلي بل إلى نفسه لقد كان يحضر يائسا وبعد حديث طويل يجد المخرج وما صمتت برها كأنما هي تعود بذاكرتها إلى الماضي فقال بوارو وهل كانت فورينيكا كريي أيضا صديقة لجون كريستو إنه لم يكن قد رآها منذ 15 عاما لقد كان خطيبين وكان مدلها بحبها ولكنها كانت أنانية ولكنها كانت أنانية وكانت تريده أن يترك عمله ليتزوجها ولكن جون لم يقبل وفسخ الخطبة وكان يرغب في أن يتزوج امرأة على نقيض فورينيكا وهكذا تزوج جردا وكان هذا عملا يضمن له السلامة ولكن بمضي الوقت سائمها وبحث عن نساء أخريات ولكنها كانت علاقات عابرة ولم تعلم عنها جدا شيئا ولكن على الرغم من كل هذا أعتقد أن جون كان يقاصي شيئا يختص بفورينيكا لم يكن قد تقلب قط على حبها وفجأة تقابل معها يوم السبت الماضي وبعد برها صمت وبعد برها صمت قال بوارو وخرج معها تلك الليلة ليرى بيتها وعاد إلى قصر هلو في الثالثة صباحا كيف علمت؟ هذا سر المهنة ولكنك أيضا كنت تعلمين نعم كيف علمت؟ كيف علمتي كنت أطل من نافذة غرفة نومي ورأيته يعود إلى القصر ونهضت من مقعدها واتجهت إلى الباب فقال بوارو سأرافقك في طريق العودة واخترق الحديقة ثم اتخذ طريق الغابة وفي أعلى التل وجد مقعدا فجلس جنبا إلى جنب وكانت الغابة خلفهما وأمامهما مباشرة ممر متعرج يهبط إلى حيث بدت مياه حمام السباحة الزرقاء من وراء الأشكار وكان بوارو يراكب هنريتا في صمت كان وجهها هادئا أقد مرت الأزمة وأخيرا قالت هل كانت خالتك تميل إلى جون؟ إن لوسي ابنة عمي وليست خالتي نعم لقد كانت تميل إليه وابن عمك إدوارد هل كان يميل إليه؟ إنه لم يعرف حق المعرفة وابن عمك الآخر ديفيد هل كان يميل إليه؟ إن ديفيد يقرهنا جميعا إنه يقضي وقته بين جدران المكتبة يقرأ دائرة المعارف البريطانية غدرت هنريتا المكان غاضبة وبكى بوارو في مكانه برهة ثم رأى المفتش جرانج يسير في اتجاه حمام السباحة ثم يعرج على الاستراحة ويتخذ الطريق الذي يوصل إلى ريست هافن وفيلا دوفوكود فعاد بوارو أدراجه إلى ريست هافن فلربما كان المفتش يقصده ولكنه حينما وصل إلى هناك لم يجد المفتش فرجح أنه ذهب إلى فيلا دوفوكود ليرى فرونيكا كري وفجأة تجه ذهنه إلى فرونيكا كري وزاد فضوله ووجود مات في الفراء وعلب الكبريت في الاستراحة واقتحامها لسهرة آل أنجي كاتل على تلك الطريقة المسرحية وعلاقاتها وهي وهنريتا بالقتيل وأدى شبوارو الصراع الواضح بين العواطف والشخصيات في هذه القضية الغامضة فهل أطلقت جيردا كريستو الرصاص على زوجها أم أن الأمر ليس بهذه السهولة وعاد بذاكرته إلى حديثه معه نريتا فلم يتمالك أن أيقن أن الأمر ليس بها من السهولة في شيء لقد ظنت نريتا أنه يتهمها بالقتل ولكنه في ذهنه لم يكن قد وصل إلى هذا الحد وإنما كان على يقين من أنها تعرف شيئا أو تخفي شيئا فما هو لم تكن فرونيكا كري كما توقع المفتش جرانج أن يجدها لقد كان ينتظر أن يرى غانية تجيد فن التمثيل لقد كان ينتظر أن يرى تجيد فن التمثيل حتى في حياتها الخاصة نعم لقد كانت تمثل ولكنه لم يكن الدور الذي ينتظره إنها لم تحاول أن تبرز مفاتنها كامرأة قالت فرونيكا ببساطة سأبذل جهدي يا سيد المفتش لأعاونكم شكرا لك والآن هل تزورت قصر هلو في مساء يوم السبت؟ نعم فلم يكن لدي ثقاب ومن ثم سرت هذه المسافة الطويلة إلى قصر هلو لماذا لم تلجأي إلى جارك السيد بوارو؟ فابتسمت ابتسامة ساحرة تصلح للكاميرا وقالت لم أكن أعرف شخصية جاري وإلا لكنت حرية أن ألجأ إليه لقد كنت أظنه رجلا أجنبيا ومن ثم خشيت أن أزعجه لقد حصلت على الثقاب وتعرفت هناك على صديق قديم هو الدكتور جون كريستو أليس كذلك؟ نعم لم أكن قد رأيت جون المسكين منذ 15 عاما هل تسرورتي لرؤيته؟ جدا ألا ترى أن أثر الإنسان على صديق قديم يسره؟ نعم وقد رفق نجون في طريق العودة إلى الفيلا وربما أردت أن تلم بطرف من الحديث لفائدة التحقيق وقد فكرت في هذا ولكني لم أجد فيه ما يمكن أن يفيد عما دار الحديث يا أنيس كري تحدثنا عن الأيام الماضية والواقع عن نجون تغير قليلا فقد كبر وأصبح طبيبا مشهورا ولم يتحدث عن حياته الخاصة ولكن استنتجت أن حياته الزوجية في غاية السعادة وأن زوجته من طراز النساء الغيرات المعدومات الشخصية التي يتشاجرن مع أزواجهن بسبب المرضى الجميلات كلا إنها لا تبدو كذلك تعني أنها تظهر غير ما تبطن إن هذا لأخطر وأجل شأنا إذن فأنت تعتقدين أنها هي التي أطلقت الرصاص على زوجها إنني لم أكل هذا فليس على المرأة أن يسبك حكم القضاء إنني آسفة يا سيد المفتش ولكن خادمتي قالت إن زوجته وجدت واقفة بجوار بثته والمسدس لا يزال في يدها وأنت تعرف كيف تنتشر الأخبار في الريف بسهولة عن طريق الخدم إن الخدم يفيدون أحيانا يا أنيسة كريه نعم وأعتقد أنكم تحصلون على معلومات كثيرة عن طريقهم المسألة أولا مسألة الدافع وفي هذه الحالة تكون الزوجة هي المتهم الأول ولكن هناك دائما ما تسمونه المرأة الأخرى وأنتم تعتقدون دائما أن نديها أجضا الدافع هل تعتقدين أنه كان في حياة الدكتور كريستو إمرأة أخرى؟ لقد فهمت من حديثه أنه على علاقة بتلك ممثلة ولكنني أعتقد أنكم على علم بهذا فأومى المفتش برأسه ولم تفته لمحة سريعة في عينيها النجلاوين تدل على التشفي والارتياح ولكنه تظاهر بأنه لم يرى شيئا واستأنف حديثه قائلا متى غادرك الدكتور كريستو في تلك الليلة؟ أتعلم أنني لا أتذكر لابد أنه عاد في وقت متأخر هل كان هنا؟ نعم فقد قدمت له قضحا من الشراب آهن كنت أظن أن لقاء تم في الإصطراحة المجاولة لحمام السباحة ولمح رقفة سريعة في جفنيها ولكنها أسرعت تقول إنك مخبر بوليس ماهر نعم لقد قلسنا هناك بعض الوقت كيف عرفت؟ لقد نسيت فراء أكي هناك يا آنسة كري وكذلك الثقاب آه نعم طبعا طبعا وقد عاد الدكتور كريستو من عندك في الثالثة بعد منتصف الليل هل كان الوقت متأخرا إلى هذا الحد؟ متأخرا إلى الدكتور كريستو في صباح اليوم التالي تلبية لهذه الدعوة وتشاجرتما فهل يمكن أن تروي لي شيئا عن هذه المشاجرة؟ لقد ألقى المفتش القفاز ولاحظ بريق الغضب في عينيها وضيق الخلق تعبر عنه الشفتان المزمومتان والإجابة الغاضبة السريعة إننا لم نتشاجر بل تشاجرتما يا آنسة كري وكانت كلماتك الأخيرة له هي أعتقد أنني أكرهك كما لم أكره أي إنسان من قبل وصمتت وبدأ عليها أنها تفكر بسرعة ولو كانت هناك امرأة أخرى غير فرونيكا لن دفعت تكذب وتبرر ولكن فرونيكا كانت ذكية لقد هزت كتفيها وقالت ببساطة هذا مزيد من قصص الخدم وخادمة خصبة الخيال لكل مريء طريقته في التعبير عن غضبه يا سيد المفتش ولكنني لم أكن أعني شيئا خاصا حين قلت له هذه الجملة وأؤكد لك أنني لم أكن قد رأيته منذ خمسة عشر عاما ويمكنك أن تثق بهذه الحقيقة بنفسك وعادت هادئة واثقة بنفسها ولم يحاول جيرانج أن يناقشها بل نهض وقفا وقال شكرا لك يا أنيسة كري وغادر فيلا دفوغت واتجه إلى ريست هافن حدق بوارو إلى المفتش في دهشة ثم قال يقول إن المسدس الذي كان في يد جيردا والذي أسقطته هنريتا في الماء لم يكن المسدس الذي ارتكبت به الجريمة هذا عجيب نعم عجيب ولا أجد له تفسيرا ولكن يجب أن نفسره الواقع أننا لن نتقدم في هذه القضية إلا إذا عثرنا على سلاح الكريمة وهو من مجموعة السير هنري هذا أمر لا شك فيه فإن إحدى قطع الصلاح مفقودة ومعنى هذا أن القضية ذات علاقة بقصر هلو لقد كانت تبدو قضية بسيطة ولكن وراح المفتش يذرع الغرفة وفجأة وقف أمامه بوارو وقال لقد حضرت اليوم لزيارتك لسببين أولا أنك رجل معروف لنا بخبرتك وأعمالك العظيمة في هذا الميدان وثانيا لأنك كنت شاهد عيان الجريمة لقد شاهدتها ترتكب نعم لقد شاهدتها ترتكب ولكن العين يا سيد المفتش شاهد لا يعتمد عليه ماذا تعني؟ أعني أن العين ترى ما يراد لها أن تراه تعني أن الأمر كان مدبرا لقد شكرت في الأمر فقد كان يبدو كأنه رواية تمثل على مسرح وما رأيته كان في غاية الوضوح رأيت رجلا أطلق عليه الرصاص والمرأة التي أطلقت عليه الرصاص لا تزال تحمل السلاح الذي استخدم في الجريمة هذا ما رأيته ولكننا نعلم الآن لسبب واحد أن هذه الصورة ليست صحيحة وهذا السبب هو أن السلاح الذي كان في يد المرأة لم يكن هو السلاح الذي استعمل في الجريمة تعني ربما كانت بعض تفاصيل الصورة خطأ أيضا لقد شهد الجريمة ثلاثة أشخاص آخرين ثلاثة أشخاص يبدو أنهم وصلوا في نفس اللحظة إلى مسرح الجريمة وكل واحد من هؤلاء الثلاثة جاء من طريق مختلف فأي واحد من هؤلاء الثلاثة كان يمكنه أن يصبق جردة إلى حمام السباحة ومن ثم يقتل جون كريستو ثم يعود أدراجه ليكون على مسرح الجريمة مع الاثنين الباقيين نعم هذا محتمل وهناك احتمال آخر وهو أن أحدهم ربما اتخذ طريقه إلى حمام السباحة ثم ارتكب جريمته وعاد أدراجه دون أن يراه أحد هذا صحيح أيضا وهناك شخصان آخران غير جردة يمكن أن يكون محل اتهام لوجود نفس الدافع وهو الغيرة فهناك امرأتان على علاقة بالقتيل فقد ذهب كريستو لزيارة فورونيكا كري ذلك الصباح حيث تشاجر وقالت له إنها ستجعله يندم على ما فعل وإنها تقراه كما لم تقره أي إنسان من قبل بديع فقد عادت توا من هوليوورد حيث يمثلون جرائم وإطلاق الرصاص على الناس فلربما كانت عائدة لاسترداد في رأيها الذي تركته في الاستراحة في الليلة السابقة فقابلت كريستو وثارت المناقشات من جديد فأطلقت عليه الرصاص ثم سمعت وقع أقدام في عادة أدراجها إلى فيلا دفقت وصمت برها ثم استطرد ومع ذلك فإن هناك لغز المسدس إلا إذا كانت قد استعملت مسدسها الخاص وتركت بجوار الجثة المسدس الذي سرقته من مجموعة السير هنري لترك الاتهام على الأشخاص الموجودين في قصر هلو ولكن هذا الاحتمال يجعل الجريمة مدبرة وليست عفو المشاجرة وهناك احتمال اتهام الآنسة سفرنك وهنا يمكنك كشاهد عيان أن تساعدنا لقد نطقت دكتور كريستو بكلمة هنريتا قبل وفاته وقد سمعته وهو ينطق بها وقد سمعه الجميع فهل كان يتهم هنريتا بإطلاق الرصاص عليه؟ هل كان يتهمها؟ لم أكن أعتقد هذا أول الأمر أما الآن ربما كان الأمر كذلك وربما لم يكن إنه يعني أحد الأمرين إما اتهام وإما عاطفة فهي مرأة يحبها ومن الطبيعي أن يكون اسمها هو آخر ما ينطقته فأي هذين الاحتمالين ترجح؟ فتنهد بوارو وأغمض عينيه ثم فتحهما ثم مد يده في يأس وقال كان يتكلم في عجلة هذا هو كل ما يمكن أن يوصف به وإنني على تمام الثقة بأنه كان متمالكا لكل قواه كان يتحدث كطبيب يمارس عملية جراحية عاجلة كطبيب؟ نعم لقد كان موقنا من أنه سيموت وأراد أن ينجز أمرا فإذا كانت الآنسة سافرنك هي أول من وقعت عليه عيناه فإن هذا يعني طلبا ولكن هذا الافتراض لا يقدم ولا يؤخر وكان المفتش جرانج يطل من النافذة فقال ها هو مساعد كلارك مقبل ويبدو أن لديه معلومات جديدة لقد كان يحاول أن يحصل على بعض المعلومات من الخدم ودخل السرجين تكلارك الغرفة وهو لاهث الأنفاس وكان يبدو مسرورا من نفسه وألقى نظرة على بوارو فقال له المفتش هاتي ما عندك يا ولدي ولا بأس من وجود السيد بوارو لقد قالت لي خادمة المطبخ إنها رأت جديجيون رئيس الخدم يعبر الصالة بعد ظهر يوم الأحد وهو يحمل مسدسا في يده جديجيون؟ نعم ونهض المفتش جرانج وقد تملكه سرور من يوشك أن يقبل على مهمة حبيبة وقال من يوشك أن يقبل على مهمة حبيبة وقال سأتحدث إلى السيد جديجيون وفي الحال وفي قاعة المكتبة بقصر هلو واجه المفتش جرانج جديجيون الذي كان يقول في هدوء إنني آسف يا سيدي كان يجب أن أدلي إليكم بهذه المعلومات لولا أنني نسيد وراح ينقل بصره بين المفتش والسير هنري ثم استطرد قائلا حدث هذا في تمام الخامسة والنصف وكنت أعبر الصالة لأرى هل هناك خطابات للبريد فرأيت المسدس ملقى على من ضده في الصالة وظننت أنه من مجموعة السيد فأخذته وأعدته إلى مكانه أرجو أن تشير إليه ونهض جديجيون ثم صار إلى الدرج الذي تحفظ فيه الأسلحة وأشار إلى غدارة صغيرة من طراز موزر في نهاية الصف وقال هذا هو المسدس يا سيدي وكانت غدارة صغيرة ومن ثم فإنها بالتأكيد ليست السلاح الذي قتل به جون كريستو وقال جرانج وهو يراكب تعبيرات وجه جديجيون هذه غدارة وليست مسدسا فسأل جديجيون وقال أحقا الواقع يا سيدي أنني لا أعرف الكثير عن الأسلحة النارية ولذلك فإنني لم أتحرد دقة في التعبير ولكنك واثق بأن هذا هو المسدس الذي وجدته على المنضضة الموجودة بالصالة نعم يا سيدي لا شك في هذا وحاول جديجيون أن يمد يده ليمسك بالمسدس ولكن جرانج منعه مقائلا لا تمسه فإنني سأفحص البصمات الموجودة عليه ولأبحث إذا كان هو محشوا بالرصاص إنني لا أظن أنه محشو بالرصاص يا سيدي فالسيد لا يحتفظ بالأسلحة وهي محشوة أما بخصوص البصمات فقد موسحت جيدا قبل وضعه في مكانه فإذا كان ثمت بصمات فهي بصمات أصابيع أنا ولماذا فعلت ذلك؟ من الواجب تنظيف الأشياء قبل حفظها يا سيدي وفتح الباب ودخلت السيدة أنجي كاتل وقالت للمفتش إنني سعيدة برؤيتك يا سيدي المفتش ما هذه المسألة الخاصة بالمسدس وجديجيون إن خادمة المطبخ تبكي وبقية الخادم يلومونها ولكني أعتقد أنها على صواب في الإدلاء بما ترى أنه صواب وأنا شخصيا أجد مسألة الخطأ والصواب مسألة محيرة لا سيما إذا كان الصواب مرا والخطأ محتملا فضلا عن اختلاف وجهات النظر فيما يختص بالخطأ والصواب فما تراه خطأ قد يراه البعض صوابا ماذا كنت تقول لهم عن المسدس يا جديجيون؟ كان المسدس على منتضف إيدتي ولم أكن أعلم كيف وضع هناك فأخذته وأعدته إلى مكانه وهذا ما قلته للسيد المفتش ولا شك في أنه أدرك الحقيقة فهزت السيدة أنجيكاتي لرأسها وقالت بلطف كان ينبغي أن لا تقول هذا يا جديجيون وسأتحدث إلى المفتش بنفسي وأبدأ جديجيون حركة خفيفة ولكن السيدة قالت بتبتسامة ساحرة إنني أقدر دوافعك يا جديجيون إنني أعلم جيدا أنك تعمل جايدا على تخليصنا من المضايقات والآن هذا يكفي وتردد يا جديجيون ثم أرسل نظرة سريعة إلى السير هنالي ثم إلى المفتش ثم انحنى وغادر الغرفة وجلست السيدة أنجيكاتي في أحد المقاعد وابتسمت للرجلين ثم قالت أتعلمان أنني أقدر جديجيون إنه مخلص جد جدا هل أفهم من هذا يا سيدتي أن لديك معلومات أخرى لخصوص هذا الموضوع بالطبع فإن جديجيون لم يجد المسدس على المندضة على الإطلاق لقد وجد المسدس حينما أفرغ البيض من السلة فحملك المفتش إليها وقال البيض؟ نعم البيض الموجود في السلة وظنت أن الأمور واضحة تماما فقال السير هينري بلطف يجب أن تزيد الأمر إضاحة يا عزيزتي فإنني والمفتش لم نفهم ماذا تقصدين وقال المفتش أي تسلة وأي بيض يا سيدتي السلة التي كنت أحملها في حظيرة الدواجن كان المسدس في داخلها وقد وضعت البيض فوقه ثم نسيت أمره حيث وجدت جون كريستو مكتولا بجوار حمام السباحة صدمت وكدت أسقط السلة بما فيها لو لا أن جوريجيون أسرع بالتقاطها وعاد بها إلى القصر وقد اكتشف وجود المسدس في قاع السلة فأعاده إلى مكانه في هدوء لوجود رجال البوليس في القصر الأمر الذي يزعج الخدم دائما إن العواطف شيء والحقيقة شيء آخر أليس كذلك يا سيد مفتش وابتسمت مرة أخرى وأغمض المفتش عينيه ثم فتحهما وقال هل أخذت المسدس من هنا يا سيدتي أي مسدس أخذت فأشارت السيدة إلى مجموعة الأسلحة وقالت إنه الثاني من اليسار الموزر عيار 25 ملي مترا سيدة ومعرفتها الدقيقة لقطع السلاح لقد كان يعتبرها سيدة خيالية تعيش على هامش الأحداث وسألها فقولين إنك أخذت المسدس ووضعته في قاع السلة فلماذا؟ لقد كنت أتوقع أن تسألني هذا السؤال والواقع أنه يجب أن يكون هناك سبب أليس كذلك يا هنري؟ أعتقد أنه يجب أن يكون هناك سبب يا عزيزتي إن الإنسان يفعل أشياء أحيانا ثم ينسى لماذا فعلها ولكن يا سيد المفتش أعتقد أنه كان هناك سبب ربما كانت فكرة تعرأت على ذهني هي التي دفعتني إلى وضع المسدس في سلة البيض فماذا تظن هذه الفكرة؟ حملق إليها جرانغ في فضول إنه لم يقابل مثل السيدة أنجيكاتل من قبل وهو أيضا لا يدري كيف يتصرف وأخيرا قال السير هنري إن زوجتي كثيرة النسيان يا سيدي المفتش فقال المفتش في جفاء هذا واضح يا سيدي فسألته السيدة لماذا تظن أنني أخذت المسدس؟ لست أدري يا سيدتي لقد دخلت هذه الحجرة وكنت أتحدث إلى الخادم عن أغطية الحشيات ثم عبرت الحجرة إلى المدفأة وكنت أفكر في ترتيب لعبة البوكر في المساء وحملك المفتش وقد شعر بأن رأسه قد بدأ يدور واستطردت السيدة وإني لا أذكر أنني أخذت المسدس إنه صلاح جميل صغير كنت دائما أحبه ثم وضعته في سلة البيض وذهبت إلى حذرة الدواج ولكني كنت في الواقع مجغولة الذهن جدا وتحدث المفتش في خشونة فقال وهل حشوت المسدس؟ كان يرجو أن يزعجها أو يخيفها قليلا ولكن السيدة رددت سؤاله في يأس ترى هل حشوته؟ إنني لا أذكر ولكن لابد أنني فعلت أليس كذلك يا سيد المفتش؟ فما جد السلاح إذا لم يكن محشوا برصاص؟ وددت لو كنت أتذكر السبب في كل ذلك فقال هنري يا عزيزتي لوسي إنما يدور في رأسك كان دائما مصدر متاعب للجميع في هذا القص فافتسمت له وقالت إنني أحاول أن أتذكر يا عزيزي هنري إن الإنسان يأتي أعمالا غريبة أحيانا أقد أمسكت سماعة التليفون ذات صباح ثم وجدت نفسي أنظر إليها في عجب فلم أكن أعلم من ماذا أمسكتها فقال المفتش ببرود ربما أردت الاتصال بشخصا ما تليفونيا من الغريب أنني لم أريد ذلك وألقت على الرجلين نظرة انتصار فقال المفتش حسنا إن بعض الناس يحدث لهم ذلك ولكنه لم يصدق الحكاية وكان يعتقد أن المسألة كلها من نسيج الأكاذيب نسيج من الأكاذيب قال لنفسه أها هي لطيء أطلقت الرصاص على جون كريستو ولكن لماذا أطلقته عليه إنه لا يجد سببا معقولا يدفعها إلى قتله ترى هل يستمر الخدم في الكاذب لتعطية سيدتهم وعاد يفكر في الأمر ترى هل هي صادقة في أنها لا تذكر لماذا أخذت المسدس إنها بالتأكيد كان يمكن أن تقدم تعليلا أفضل ولكنها تبدو طبيعية وهي تدلي بهذا التعليل الغريب إنها تقنعك بأنها تقول الحقيقة ونهضت مقالة في صوت جاف حينما تتذكرين أرجو أن تتفضلي بإخبارين السبب طبعا طبعا إنني أتذكر الأمور فجأة أحيانا انتهت تحقيق وكان إجراءا شكليا فقد طلب البوريس تأجيله أسبوعين وكانت جيردا قد حضرت من لندن برفقة السيدة باترسون في سيارة وكانت عصبية مرتبكة وبعد أن فرغت من التحقيق عادت إلى سيارتها وفي هذه اللحظة التقط أحد الصحفيين صورة جيردا لقد كانت كمن ارتدى قناعا من الحيرة وقالت ميج يا لها من مسكينة وقال إدوارد أنني لا أرى داعيا للحزن على شخص مثل كريستو إن زوجته المسكينة قد تحطمت تماما وقالت ميج إنه كان كل شيء في حياتها وانتهى الحديث عند هذا الحد فقد كان على هنريتا أن تأخذ ميج في سيارتها إلى لندن أما إدوارد فقد عاد إلى قصر هلو ليتناول طعام الغداء ثم يستقل القطار بعد الظهر مع ديفيد وكان قد دع ميج إلى الغداء في قصر إدزوك في يوم ترك لها تحديده فقالت ميج إن الغداء يجب أن يستغرق نحو ساعة واحدة فابتسم وقال إنها مناسبة طيبة تستدعي أن يمنحك إجازة ونظرت هنريتا إلى لوسي وقالت أظن أنه يمكنني أن أعود إلى هنا أليس كذلك؟ بلى يا عزيزتي ومع ذلك فإن هناك تحقيقا سيجرى بعد أسبوعين واتجهت هنريتا إلى السيارة فاستقلتها مع ميج وانطلقتها وبعد فترة قالت ميج إنني سعيدة بالابتعاد عن هذا المكان وحتى بالابتعاد عن لوسي فهي معرقتها تخيفني أحيانا وكانت هنريتا تنظر معظم الوقت في مرآة القيادة فقالت دون اكتراث إن لوسي تطفي لونا خاصا على أي شيء حتى على الجريمة هل تعرفين أنني لم أفكر في الجريمة من قبل؟ ولماذا تفكرين؟ إن الجريمة ليست من الأشياء التي يستحب التفكير فيها قد تسل قراءتها في صحيفة أما في الحقيقة فأكملت ميج فهي فضيعة أما في الحقيقة فأكملت ميج فهي فضيعة لا داعي لأن تزعيجي نفسك بها فأنت أبعد الجميع عنها هل تفهمين معنى مسألة المسدس الثاني هذا يا هنريتا؟ كلا إنها فقط تبرق جردا لأنها لا تقدم في التحقيق ولا تؤخر ولكن إذا كان أحد أسلحة هنري تذكري أننا لا نعلم فالبوليس تم يعثر بعد على المسدس الذي ارتكبت به الجريمة هذا صحيح وقد يكون لشخص خارجي هل تعلمين أنني أميل إلى اتهام تلك المرأة؟ فرونيكا كري؟ نعم ولم تعلق هنريتا بل استمرت تقود السيارة وقد ركزت بصرها على الطريق أمامها فقالت ميج في إلحاح نعم إنه محتمل ألا تعتقدين؟ لا فائدة من التخمين إن أفضل حل هو أن نخرج جميعا من المشكلة ولو أنني أحبذ أن تكون المتهمة فرونيكا فلن يصرني شيء بقدر أن أراها تقوم بالدور كما تقول لوسي في قفص الاتهام وقف إدوارد أنجي كاتل وسط زحام شارع شافستربي مترددا في دخول محل أزياء ليحمل اسم السيدة الفاج فقد أحكم عن اتصال بميج تليفونيا ليدعوها لتناول طعام الغداء فقد صدمته المحادثة التليفونية التي جرت بينها وبين الفاج في قصر هلو كان في لهجة ميج مذلة ومسكنة أهاجت شعوره فلم يعهد ميج إلا مريحة ضاحقة ترى كيف تحملت وقاحة صاحبة المحل منذ تلك اللحظة قرر إدوارد أن المسألة كلها خطأ يجب تصحيحه كان يكن أعزازا خاصا لميج كان دائما يسميها ميج الصغيرة كانت في أول زيارة لها لقصر إتسويك خجولة مع قودة اللسان ولكنها سرعان مندمجت ورأى إدوارد أن عدم إدراكه الحقيقة حال ميج إنما يرجع إلى إصراره على العيش في الماضي وعدم إطرافه بالحاضر ومنذ سمع حديث ميج مصاحبة المحل فارقته راحة البال وجعل يلوم نفسه على إهماله متابعة أحوال ميج والاهتمام بسعادتها وأقلقه عملها المزري لدى السيدة الفاج وها هو قد يحضر قد حضر ليرى المحل الذي تعمل فيه كلا إن هذا المكان لا يضيق بميج ويجب على أحد أفراد الأسرة لوسي أنجيكاتل مثلا أن تتخذ إجراء ماء إذا هذا المشكل وبمجهود كبير تغلب إدوارد على خجله فشد قامته ودخل المحل ولكنه حين وجد نفسه بالداخل سمره الارتباك في مكانه لقد شاهد شكراوين حادة الصوت تفحصان بعد الثياب في أحد الأرقان بمساعدة بائعة وفي آخر المحل كانت سيدة قصيرة القامة ذات أنف ضخ وشعر مصبوغ بالحناء تناقش زبونة مرتبكة ومن مكسورة مجاورة سمع صوتا قبيحا لامرأة تقول إنها ثياب فضيعة ألا يمكنك أن تعرضي علي ثيابا أفضل وسمع صوت ميج يرد قائلا إن هذا الثوب الخمري بديع حقا وأعتقد أنه يناسبك إنني لن أضيع وقتي في ارتداء ثياب لا تضيق بي لقد قلت لك إنني لا أحب اللون الأحمر ولكنك لا تعيرين ما أقول أي انتباه لنجد لك ثوبا آخر هل تحبين اللون الأخضر أم البيج؟ إنها ألوان فضيعة قل لا إنني لا أرى أي فائدة إنني أضيع وقتي وكانت السيدة الفاج تخلصت من الزبونة وتقدمت إليه فجمع أطراف شجاعته وقال هل يمكنني؟ هل الآن سهرد كاسل هنا؟ فارتفع حاجباء السيدة الفاج ولكن عينيها الخبيرة لاحظت ثياب إدوارد الأنيقة فابتسمت وكانت ابتسامتها مع الجهد أكبح من لسانها الصليط ومن المكسورة سمع المرأة تقول كم أنت مهملة سأرتدي الثوب بنفسي أعطيني الحزام واتسعت الإبتسامة القبيحة على وجه السيدة الفاج وقالت ستفرغ ميج من عملها بعد دقيقة واحدة وفي هذه اللحظة غادرت المكسورة سيدة صفراء الشعر سيئة الخلق تحمل مجموعة من الصناديق واتجهت إلى باب الخروج رأساً تتبعها ميج في ثوب أسود بسيط لتفتح لها الباب وقد بدت التعاسى واضحة على وجهها فقال لها إدوارد على الفور ومع ذلك فقد قالت ميج شكراً لك يا سيدة الفاج لحظة واحدة غيثما ارتدي سيابي وجرت ميج إلى نهاية المحل حيث اختفت وبقى إدوارد ينتظر ولما عادت ميج قادها إدوارد إلى الطريق وهو يقول يا إلهي هل هذا هو نوع العمل الذي تمارسينه لقد سمعت تلك المرأة الصديقة تتحدث إليك من وراء المكسورة كيف تتحملين هذا يا ميج لماذا لم تركب الثوب في وجهها لأنني سأفقد عملي إذا ارتكبت عملاً كهذا ولكن ألا تشعرين بهذه الرقبة أحياناً بلى وخصوصاً في نهاية يوم قائد الحر خلال الأكوزيونات ميج يا صغيرات العزيزة هذا العمل لا يعذيك بك أبداً وضحقت ميج وقالت لا تكذك نفسك لماذا حضرت إلى هنا بحق السماء لماذا لم تتصل بي تلفونياً أردت أن أرى كل شيء بنفسي كنت قلقاً عليك إن لوسي لا تحدث خدمها بتلك اللهجة التي كانت المرأة الصليطة تحدثك بها وددت لو أنني أخذتك من هذا المكان الكريه إلى إتزوك رأساً لكي تبقي هناك هذا إذا كنت ترين أن الزواج مني أمر مقبول ماذا تعني يا إدوارد؟ إنني أقترح عليك أن تتزوجيني يا ميج وأنا أعلم أنه ليس اقتراحاً رومانسياً على الإطلاق فأنا شخص ممل لا أجد شيئاً إنني فقط أقرأ الكتب وأتسكع هنا وهناك ولكن على الرغم من أنني شخص لا أثيري الاهتمام فإنني أعلم أنه يمكننا أن نعيش معاً وأعتقد أنك ستكونين سعيدة يا ميج فهل تقبلين؟ فابتلعت ميج لعابها ثم قالت ولكني أعتقد أنك وهنريتا ثم صمتت فقال إدوارد في صوت هادئ نعم لقد سألت هنريتا أن تتزوجيني ثلاث مرات فرفضت أن تتزوجني ثلاث مرات فرفضت وسادت فترة صمت أخرى قبل أن يستطرد والآن يا عزيزيتي ميج ما رأيك؟ فتطلعت إليه ثم قالت في تأثر إنه يبدو أمراً غريباً أن تقدم للمرء الجنة على طبق في الضي فأشرك وجهه ووضع يده فوق يدها البيضاء الصغيرة وقال الجنة على طبق في الضي إذن هذا هو شعورك نحو إدزوك إنني سعيد جداً يا ميج قالت السيدة أنجي كاتل وهي تصافح إدوارد وتربط كدف يا ميج إنني سعيدة جداً يا عزيزتي لقد تصرفت التصرف الصحيح بدفعها لقد تصرفت التصرف الصحيح بدفعها إلى ترك ذلك المحل المفزع والحضور إلى هنا لعقد القران كان استقبال لوسي للخبر كما توقعت ميج تماماً وأسعدها ذلك فشعرت في أنها تريد أن تضحك ثم تبكي فرحاً وقالت في تأثر بالغ يسعدني أن يعقد قراني هنا يا لوسي إذن انتفقنا يا عزيزتي لا شك في أنك على صوام في هذا إنني أريد احتفالاً بسيطاً وبثوب بسيط لا تقولي إنك ستشترين ثوب الزفاف من السيدة الفاج فقال إدوارد بلاكة التأكيد كلا بالطبع فقالت السيدة أنجي كاتل سأأخذك إلى محل ميريل ولكني لا أملك ما أشتري به من ميريل هراء إنني وهنري لا بد أن نقدم هدية للعروس إن هنري لم يذهب إلى عرس منذ سنتين وسأرتدي أنا ثوباً سماوياً وعليك يا إدوارد أن تحضر صديقاً وإلا فلا مناص من استحاب ديفيد إنه سيفيد كثيراً من حضور مثل هذا الحفل فسيعلمه الاتزان وربما كان من الأفضل الاقتصار على ضيوفنا الذين حضروا الجريمة وكانت السيدة أنجي كاتل تقول الجملة الأخيرة في بساطة وقالت ميج يبدو أن لوسي كانت قدعت ضيوفها كانت قدعت ضيوفها لتسليتهم بالجريمة ولدهشتها قالت لوسي وهي غارقة في خواطرها نعم يبدو أن الأمر كان على هذا الوضع حفلة لإطلاق الرصاص كلما فكرت في ذلك الحادث كلما فكرت في ذلك الحادث زدت يقيناً أنها كانت كذلك فاعترت ميت جرادة وقالت حسناً لقد انتهى كل شيء الآن إنه لم ينتهي بعد لقد أجل التحقيق فقط لكن رجال المفتش جرانج منفكوا يرتادون الغابة ويضعون أنوفهم في كل شيء عما يبحثون عن السلاح الذي قتل به جون كريستو لابد أن الأمر كذلك حتى لقد جاءنا المفتش بأمر تفتيش وكان يحاول المسكين في خجل أن يفهمنا حقيقة الموقف وطبعاً سمحنا له بما أراد إن الأمر كله مدهش لقد فتشوا كل شيء وكنت أنا أتابع عملهم واقترحت عليهم أماكن للبحث لم تخطر لهم ببال ولكنهم لم يعثروا على شيء ولقد ساءهم ذلك جلس بوارو على حفة التل المشرف على أشجار الكستناء وحمام السباحة لم تكن لديه أي تنية في مشاركة رجال البوليس في البحث حتى بعد أن سمحت له السيدة بذلك وكان في هذه اللحظة يعجب للطف ورشاقة السيدة أنجي كاتل ومن وقت لآخر كان يسمع كرقعة الأغصان الجافة تحت أقدام رجال البوليس الثقيلة أو يرى أشباحهم خلال أشجار الكستناء المترامية أمامه وفجأة رأى هينريتا قادمة وتوقفت قليلا حين لمحته ثم تقدمت رأسا إلى مكانه وجلست بجانبه وحيته قائلة طاب صباحك يا سيد بوارو أقد كنت أفكر في زيارتك هل ترأس جماعة الباحثين؟ إن المفتش يبدو في إغاية النشاط ترى عما يبحثون؟ عن المسدس؟ نعم يا أنيسة سفرنك هل تعتقد أنهم سيجدونه وفي أي مكان سيجدونه؟ نعم فقد حان وقت العثور عليه إن حديثك يبدو غريبا أحيانا يا سيد بوارو إن الأشياء الغريبة هي التي تحدث أرى أنك قد عدت سريعا من لندن إن القاتل كثيرا ما يعود إلى مسرح الجريمة أليس تهديه هي الفكرة الشائعة يا سيد بوارو؟ إنك تعتقد أنني القاتلة ولا تصدقني حينما أقول لك إنني لا أقوى على قتل ذبابة ولم يبادر بالرد وبوارو بالرد بعد برهق قال كنت أعتقد منذ البداية أن هذه الجريمة إما أن تكون من السهولة بحيث يصعب تصديق سهولتها فالسهولة يا آنسة كثيرا ما تحير المرء هي في غاية التعقيد ومعنى ذلك أننا نواجه عقلا جبارا قادرا على الابتقار بحيث إننا كلما اتجهنا إلى الحقيقة قادنا العقل الجبار إلى طريق يبتعد بنا عنها هناك عقل ذكي يعمل ضدنا وينجح في عمله حسن وما علاقتي أنا بكل هذا إن العقل الذي يعمل ضدنا عقل فنان يا آنسة آه من هذا الباب أدخل أنا إذن زار المفتش جرانج الريست هافن ليتناول قلحا من الشاي مع بوارو وكان في حالة تشاؤم وقال المفتش وهو يشرب الشاي إن التحقيق الذي أجلناه أسبوعين سيحل بعد غد ومع ذلك فإننا لم نتقدم خطوة واحدة إن المسدس في مكان ما من هذه الغابات التي تحتاج البحث والتنقيب خلالها إلى جيش كامل إن البحث عن المسدس خلال هذه الغابات كالبحث عن إبرغ في قوم من القش والواقع أننا يائست من البحث وقد لا نجد المسدس على الإطلاق سنجده إن عاجلا أو آجلا وأنا أمير إلى الاعتقاد بأنك ستجده قريبا هل تريد قضحا من الشاي؟ لا بأس وجعل يرتشف الشاي وهو مكتائب وأخيرا قال لقد جعلتني هذه القضية أضحوقت اسكتلنديارد يا سيد بوارو إنني لا أعرف كيف أتصرف مع هؤلاء الناس فهم يبدون لنا كل مساعدة ولكن كل معلومات يدلون بها تقودنا إلى الفشل إنها تقودنا في الواقع بعيدا عن الحقيقة بعيدا نعم بعيدا خذ مسألة المسدس مثلا يقول التقرير الطب الشرعي إن جون كريستو مات رميا بالرصاص قبل حضورك مسرح الجريمة بدقيقة أو دقيقتين وكانت السيدة أنجي كاتل تحمل سلة بيض وهنريتا تحمل سلة أزهار وإدوارد يعتدي ثياب الصيد وقد حشأ جيوبه بالخرطوش وكان يمكن لكل واحد من هؤلاء أن يخفي المسدس معه ثم يحمله بعيدا ولم نجد المسدس في أي مكان قريب من حمام السباحة لقد بحثنا في كل شبر من الأرض وأنا واثق بعدم موجوده فأومع أبوارو برأسه بينما استطرت المفتش إن كل قرينة عثرت عليها كانت تقودوني إلى لا شيء وقصصهم عن كيف كدوا صباح يوم الجريمة تبدو ماسكة كانت الأنسة سفرنك مجغولة بقطف الأزهار وسيدة أنجيكاتل تجمع بيض الدجاج والسيد هنري وإدوارد خرجوا للصيد ثم افترك فعاد سيد هنري إلى القصر أما إدوارد فقد اخترق الغابة في طريقه إلى حمام السباحة والشاب الصغير كان في حجرته يقرأ كتابا أما الأنسة هارد كاسل فكانت تقرأ كتابا في الحديقة كلها قصص تبدو معقولة ولا دليل يمكن أن يثبت صحة قصة منها أما جديجيون فقد حمل أخضاح الشراب إلى الاستراحة في تمام الساعة الثانية عشرة ولم يدل إلينا بأي معلومات بخصوص الضيوف وهكذا ترى أن كل منهم يخفي شيئا أحقا؟ طبعا ولعل الأقدر بالاتهام هي فورونيكا كريي فقد تشاكرت مع كريستو وجاهرت بأنها تكرهه ومن ثم فهي حرية بأن تطلق عليه الرصاص ولكنني لم أجد دليلا واحدا يثبت أنها أطلقت عليه الرصاص ولم تكن أمامها فرصة لسرقة أحد مسدسات مجموعة السير هنري ولم يراها أحد تبرح الفيلا أو تتجه إلى حمام السباحة في ذلك اليوم والمسدس المفقود ليس في حوزتها الآن وهنري تسافرنك فقد عادت إلى الاستوديو رأسا وسمحت لنا بتفتيش الاستوديو فوجدناه مملوءا بالأشكال الغريبة مجموعة من الألمونيوم والخشب والبرونز في أشكال غريبة وحصان ليس بحصان حصان؟ نعم إذا شئت أن تسميه حصانا ولست أدري لماذا لا يذهب أمثالها لمشاهدة حصان حقيقي قبل عمل تمثال له فقال بورو في صوت حال حصان فالتفت إليه جرانج وقال نعم حصان ماذا يثير الاهتمام في ذلك؟ لا شيء إنها ليست سوى فكرة على كل حال لقد عادت هنري تا إلى قصر هلو منذ يوم أو يومين هل تعلم هذا؟ نعم لقد تحدثت إليها ورأيتها مرارا تتريد في الغابة إنها لا تهدأ لقد كانت تحب الطبيب القتيل ولعل هذا كان السبب في نطقه باسمها ساعة احتضاره وسكت المفتش قليلا ثم استطرد إن في الجو شيئا يبعث على الحيرة ويبدو لي أنهم جميعا يعرفون فهذه سيدة أنجي كاتل لا تجد مبررا معقولا لوضعها المسدس في قاع سلة البيض إنه عمل جنوني إنني أحيانا أظن أنها مجنونة كلا إنها ليست مجنونة وهناك إدوارد أنجي كاتل لقد ظننت أنني سأحصل منه على شيء خصوصا وقد ألمحت السيدة أنجي كاتل إلى حبه لهنريتا فقد كان في ذلك دافع للتخلص من غريمه في الحب ولكن ها هو يعقد خضته على الفتاه الأخرى الآنسة عرض كسل فحطمت دافع على القتل وهكذا ترى أنها ليست سوى شكوك لا تقودك إلا بعيدا عن الحادث فقال بوارو في صوت حالم بعيدا لا قريبا منه بعيدا لا قريبا منه لا إليه نعم فقال بوارو في صوت حالم بعيدا لا قريبا منه لا إليه نعم إن آل أنجي كاتل قوم غريب الأطوار وأكاد أقسم في بعض الأحيان أنهم يعرفون كل شيء إنهم فعلا يعرفون تعني أنهم جميعا يعرفون القاتل نعم إنهم يعرفون لقد كنت أظن ذلك أما الآن فأنا متأكد تماما حسنا إنهم يخفون الأمر فيما بينهم ولكني سأتقلب عليهم وسأعثر على المسدس إنني مستعد لإعطاء أي شيء في سبيل ذلك وكان بوارو يطل من النافذة فلفت نظره التواء بسيط في سياج حديقته فقال إذا لم أكن مخطئا فهناك حقيقة كامنة في سياج نباتات قرب باب الحديقة وخرج الإثنان إلى الحديقة واتجه إلى بابها وركع جرانج وأزاح النباتات جانبا ليرى الشيء الذي ألقي بينها وتنهد بعمق حينما وجد أن ذلك الشيء كان من الصلب فقال إنه المسدس والتفت المفتش إلى بوارو في شك وريبة فقال بوارو على الفور كلا يا صديقي إنني لم أطلق النار على الدكتور جون كريستو ولم أخفي المسدس في سياج حديقتي إنك لم تخفيه طبعا حسنا لقد عثرنا عليه وهو يبدو كأنه المسدس الناقص من مجموعة السير هنري وهذا أمر يمكن التأكد منه بسهولة وبالتالي هل هو المسدس الذي استغدم في قتل جون كريستو أم لا ولف المسدس في منديله الحريري بعناية ثم قال ربما كانت عليه بصمات إن لدي شعورا بأن الحظ قد بدأ يحالفنا وغادر المفتش فيلا الريست هافن في سرعة وبعد قليل اتصل ببوارو تليفونيا وكان في صوته رنة فرح أهذا أنت يا سيد بوارو؟ إنه المسدس الذي ارتكبت به الجريمة لا شك في هذا وهو أيضا يحمل مجموعة كبيرة من البصمات هل تعرف البصمات؟ ليس بعد إنها ليست بصمات السير هكريستو على كل حال إنها تبدو كبصمات رجل وسأزور قصر هلو غدا لأخذ بصمات الجميع ومن ثم يتضح الموقف بالتأكيد بالتأكيد وفي اليوم التالي اتصل به المفتش تليفونيا وكانت رنة الفرح قد اختفت من صوته قال في كآبة إن هذه البصمات لا تخص أحدا ممن شاملتهم القضية ويبدو أن الجريمة من فعل شخص خارجي شخص كان يحقد على جون كريستو سرق السلاح من القصر وصرع كريستو وهرب دون أن يراه أحد هل تريد بصمات أصابعي يا صديقي؟ لا بأس ألم تكن من شهود الجريمة؟ تنحنح المحقق ثم نظر إلى رئيس المحلفين الذي كان ينظر في ورقة أمامه وآخيرا قرأ قررت المحكمة أن القتيل قد لاقى حتفه بيد مجهول أو مجهولين وهزل بوارو رأسه لم تكن هناك مندوحة من مثل هذا القرار وأسرعت إلزي باترسون تقول لجردة أسرع يا عزيزتي حتى لا نفوت القطار وأطاعت جردة وقد بدأ عليها الارتياح فقالت ميج يا لجردة المسكينة الواقع أن وفاة جون حررتها تماما من ضيافتك المخيفة يا لوسي ما هذه القصرة يا ميج إن أحدا لا ينكر أنني حاولت إدخال السرور إلى نفسها إنك تكونين أسوأ حين تحاولين حسنا لقد انتهى كل شيء إلا فيما يخص إلا فيما يختص بمفتش جرانك المسكين إنني في الواقع عاسفة من أجله ترى هل يسره أن ندعوه لتناول الغداء كصديق؟ من الأفضل أن تدعيه وشأنه يا لوسي إن الأمر يستدعي احتفالا ما أليس بديعا أن ينتهي الأمر كما نشتهي؟ إنني أعرف فيما تفكر يا هنري وسأهتم بذلك بعد الظهر ماذا تخبئين لنا من فجاءات جديدة؟ أوه لا شيء مجرد تشبيطات بسيطة تشبيطات بسيطة فنظر إليها السير إنري في شك وصارت الجماعة فلما وصلوا إلى قصر هلو استقبلهم جديجيون فقالت السيدة له لقد سار كل شيء على ما يرام احمل هذا الخبز إلى الخدم إنني أقدر شعوركم جميعا لقد كنا جميعا في غاية القلق من أجلك يا سيداتي شكرا لكم الوقع أنني استمتعت بالحادث فهو شيء غير مألوف في حياة الإنسان في حياة الإنسان الرتيبة استقبل بوارو زائره ذلك اليوم لقد سبق أن زارته هنريتا هنريتا سافرنك ثم زاره المفاتش جرانغ واليوم تزور السيدة أنجي كاتل رآها تسير في رشاقة وخفة خلال ممر الحديقة فأسرع يفتح لها الباب فابتسمت له وقالت فقد جئت لأزورك يسعدني ذلك يا سيدتي وقادها إلى غرفة القلوس فجلست على أحد المقاعد وهي تبتسم وقال بوارو لنفسه فقد بدت عليها علامات الكبر إن شعرها رمادي وقد بدأت التجاعد تظهر على صفحة وجهها ولكن لها سحرا وستظل دائما سحرة قالت السيدة أريدك أن تؤدي لي خدمة بكل سرور يا سيدتي ولكني أولا سأتحدث عن جون كريستو عن الدكتور كريستو يبدو لي أن أفضل تصرف في مسألته هو أن ننتهي منها إنني لست متأكدا من أنني أفهم ما تعنينا يا سيدتي فرفعت إليه وجها مشرقا وابتسام ساحرة ومدت يد الرقيقة لمست بها كتفه وقالت يا عزيزي بوارو إن البوديس سيواصل البحث عن صاحب تلك البصمات ولكنه لن يعثر عليه أبدا وسيضطرون في نهاية الأمر إلى ترك الموضوع كله ولكنك لن تترك الموضوع أبدا أليس كذلك؟ نعم إنني لن أترك هذا الموضوع هذا بالضبط ما ظننته وهذا هو سبب حضوري إنك تبحث عن الحقيقة أليس كذلك؟ نعم بلا شك إنني لم أوضح غرضي جيدا إنني أحاول أن أفهم لماذا لا تترك الموضوع ليس هذا بسبب سمعتك ولا لأنك تريد أن تشنق القاتل الشنق كما تعلم متقاسية وإنما لأنك تريد أن تعرف أليس كذلك؟ فإذا قدر لك أن تعرف الحقيقة أو إذا قيلت لك الحقيقة فهل تكتفي بذلك يا سيد بوارو؟ هل تريدين أن تدلي إلي بالحقيقة يا سيدة أنجي كتل؟ فأمأت في رأسها فعاد يسأل أنت تعرفين الحقيقة إذن؟ لقد عرفت الحقيقة منذ مدة طويلة وأود أن أرويها لك ولكن بشرط أن تنتهي الأمور عند هذا الحد فهل تواقفك؟ كلا يا سيدتي إنني لا أوافق على اقتراح كهذا كان يود في نفسه أن يدعي الأمور تنتهي عند هذا الحد لمجرد أن لوسي طلبت ذلك ولكن ليت الأمور كانت كما تقيرتها السيدة وجلت سيتك السيدة جامدة ثم رفعت حاجبيها وقالت ترى هل تدرك معنى ردك هذا؟ استلقت السيدة أنجي كتل في فراشها وراحت تفكر نعم إنها يجب أن تكون بزيارة أخرى لبوارو وستقنعه بوجهة نظرها وفجأة نهضت من فراشها وتوجهت إلى غرفة هنريتا وكان عقلها النشيط يعمل قبل فمها واندفعت إلى الغرفة وهي تقول وفجأة تحققت يا عزيزتي أنك نسيت هذا فتململت هنريتا في فراشها وقالت بحق السماء يا لوسي إن الطيور لم تستيقظ بعد أعرف هذا يا عزيزتي ولكنها كانت ليلا مضطربة كنت أفكر فيما يجب أن أقوله للسيد بوارو إنني آسفة يا لوسي ولكني لا أفقه حرفا مما تقولين ألا يمكنك أن تتظري حتى الصباح؟ إنها مسألة الجراب يا عزيزتي ظننتك نسيت أمره وفجأة جلست هنريتا في فراشها وقد طار النوم من عينيها وقالت الجراب فقد كان مسدس هنري في جراب ولم يعثر البوليس على الجراب بعد ولم يعثر البوليس على الجراب بعد لأنهم لم يفكروا فيه ونهضت هنريتا من فراشها وقالت إن الإنسان يعفل أحيانا عن بعض الأشياء تقلبت جردة في فراشها ثم اعتدرت جالسة لقد عودت الصداع فقالت سأعد لنفسي قدح من الشاي وذهبت إلى المطبخ ووضعت الإناء على الموقد وكان الماء يوشك أن يغلي حينما سمعت جرز الباب يضك وكان الخادم في إجازة فذهبت جردة إلى الباب وفتحته وأدهشها أن ترى هنريتا فقالت تفضلي يا هنريتا إن الجميع في الخارج وأنا وحيدة يصرني ذلك فقد أردت أن أتحدث إليك على انفراد اسمعي يا جردة ماذا فعلت بالجراب وتوقفت جردة وفجأة خلت نظراتها من كل تعبير وقالت الجراب ثم فتحت بابا وقالت يحسن أن تدخلي هنا إن الغفة متربة مع الأسف فلم ينظفها الخدم هذا الصباح لأنهم كانوا في إجازة فقاطعتها هنريتا قائلة اسمعي يا جردة يجب أن تفهمي إن كل شيء على ما يرام ما عدى الجراب وليس ثمت ما يمكن أن يربطك بالحادث إنني عثرت على المسدس حيث ألقيته أنت في الدغل بالقرب من حمام السلاحة فأخفيته في مكان لا يمكن أن تكوني أنت قد أخفيته فيه وعلى المسدس بصمات أصابة لا يمكن أن يصل البوليس إلى صاحبها ولكن هناك الجراب يجب أن أعرف ماذا فعلت به وصمتت وهي تدعو ربها أن تفهم جردة بسرعة ولم تكن هنريتا تدرك لماذا هي في عجلة ولكنها كانت فريسة شعور بأن الأمر عاجل لقد تأكدت من أن أحدا لم يكن يتبعها فقد بذلت كل ذكاءها لتضلل من يمكن أن يفكر في اقتفاء أثرها وكانت جردة لا تزال تحملق إليها وقالت هنريتا لنفسها إن جردة بطيئة مع الأسف وقالت بصوت مرتفع إذا كان الجراب لا يزال في حوزتك يا جردة فمن الأفضل أن تعطيه لي وسأتخلص أنا منه إنه الشيء الوحيد الذي يربطك بمسرع جون فهل هو معك وبعد فترة هزت جردة رأسها إيجابا فقالت نريتا ألا تعلمين أنه من الجنون أن تحتفظي به لقد نسيت أمره وكان في غرفتي وحين جاء رجال البضيس إلى منزلي قطعته إربا ووضعته في حقيبة الأشغال الجلدية حسنا إنها فكرة طيبة إنني لست بالغباء الذي يتصوره الجميع وفجأة أخذت تولوي الجون جون إنني أقدر شعورك يا عزيزتي ولكنك لا تعلمين لم يكن جون لقد كان أكذوبة كل أمالي فيه كانت في غير موضعها لقد رأيت وجهه حين تبع المرأة تلك الليلة وكنت أعلم أنه كان يحبها ولكني ظلنت أن كل شيء قد انتهى ولكن كل شيء كان فعلا قد انتهى كلا لقد اقتحمت علينا الصهرة وتعمدت أن تقول وتعمدت أن تقول إنها لم تره كلا لقد اقتحمت علينا الصهرة وتعمدت أن تقول إنها لم تره منذ أعوام ولكنني رأيت وجهه جون حين خرج معها وذهبت أنا إلى فراشي وحاولت أن أنام فلم أتمكن وحاولت أن أقرأ الكسة البوليسية التي كان يقرأها جون ولكنه لم يحضر وأخيرا خركت كان القمر يضيء الحديقة فسرت في الطريق المؤدي إلى حمام السباحة فرأيت ضوءا في الاستراحة ورأيته ما هناك جون وتلك المرأة وآت تهنريتا بحركة بسيطة ورأت أن تعبير وجه جردة كالتقير فقد اختفى القناع الحائر وحل محله تعبير قاس رهيب واستطردت جردة تقول لقد كنت أثق به وعبدته كما يعبدون الإله وكنت أعتقد أنه أنبى الإنسان على وجه الأرض ولكنه كان كذابا أشرا وفي لحظة أدركت أنني فقدت كل شيء وكانت هنريتا تتفرص فيها كالمأخوذة واستطردت جردة ولم أتحمل فقتلته لم أجد بدا من قتله هل تفهمين يا هنريتا؟ وكان علي أن أكون على حذر لأن الرجال البوليس قوم أذكياء ولكني لست من الغباء بالقدر الذي يتصوره الناس إذن إذا ادعيت البلاها ووضعت على وجهك كناعا من الحيرة والارتباك إذا ادعيت البلاها ووضعت على وجهك كناعا من الحيرة والارتباك فإن الناس سيصدقون أنك غبية في وقت تكونين أنت قد ضحكت منهم في أعماقك وعرفت من القصة البوليسية أن البوليس يمكنه أن يعرف نوع السلاح الذي يطلق على القتيل وكان السير هنري قد علمني بعد ظهر ذلك اليوم كيف أحشو مسدسا وكيف أطلقه فساركت مسدسين وأطلقت رصاص من واحد وألقيته في الدغل وجعلت الناس يرونني ممسكة بالثاني كانت الفكرة أن أدعهم يظنون أنني أطلقت رصاص عليه ثم يكتشفون أنه لا يمكن أن يكون قد قتل بالسلاح الذي وجدوه في يدي ومن ثم يقتنعون بأنني لم أقتله وهزت رأسها في انتصار ثم استطردت ولكنني نسيت أمر الجراب وكان موضوعا في درج في غرفة نومي ولكن البوليس لن يعرفه اليوم قد يعرفون من الأفضل أن تعطيه لي وسأأخذه معي ومتى تخلصت منه فأنت في مأمن وفجأة شعرت بأنها متعبة فاعتدرت في جلساتها وقالت جردة إنك تبدين متعبة حسنا لقد كنت أعد الشاي وغادرت جردة لغرفة ثم عادت تحمل صفحة صحفة عليها إناء للشاي وآخر للحليب وقضحي ووضعت الصحفة على المندضة وصبت لهنريتا قضحا من الشاي وقدمته إليها فقالت شكرا والآن اذهبي وأحضر الجراب وترددت جردة قليلا ثم غدرت الغرفة ووضعت هنريتا القضح على المندضة واعتمدت رأسها بين يديها لقد كانت متعبة ولكن كل المتاعب قد انتهت الآن وأصبحت جردة في أمان لقد أراد لها جون هذا واعتدرت في جلساتها ومدت يدها لتمسك بقضح الشاي ولكنها سمعت حركة عند الباب فظنت أن جردة قد عادت ولكنها وجدت أمامها هيركل بوارو الذي قال وجدت الباب مفتوحا فدخلت أنت كيف عرفت أنني هنا إنك غادرت كسره لبعته وكنت أعرف أين أنت ذاهبة فاستأجرت سيارة سريعة وجئت إلى هنا رأسا وصمت البوارو لحظة ثم استطرد وهو ينتزع قضح الشاي من يدها ويضعه على المندضة أنصحك ألا تشرب هذا الشاي الشاي إنه ليس معدا كما ينبغي وماذا في ذلك قد يكون في ذلك أي شيء وعادت جردة إلى الغرفة وكانت تحمل حقيبة في يدها فلما رأت بوارو وقفت بوارو ثم راحت تنقل بصرها بين بوارو وهنريتا فقالت هنريتا بسرعة أخشى يا جردة أنني كنت موضع بيبة سيد بوارو فتبعني وهو يعتقد أنني قتلت جون ولكنه لا يمكن أن يثبت ذلك فقالت جردة ببطء أنني آسفة هل تتناول قضحا من الشاي يا سيد بوارو كلا شكرا لك وجلست جردة وقالت إنني آسفة أنه لا يوجد أحد من أحدهم بالبيت فقد خرج الجميع للنزهة وتركوني وحدي ثم أسرعت فتناولت قضح الشاي وشربته ثم قالت إن كل شيء يبعث على الحيرة لقد كان جون يرأى كل شيء أما اليوم فإنني لا أعرف كيف أتصرف بدونه لقد ذهب وتركني وحيدة إن الأطفال يسألون ولا يمكن أن أجيبهم تيري يسألني لماذا قتل أبي وسيكتشف في يوم ما لماذا قتل أبوه إن تيري لا بد أن يعرف واتكأت جردة على الأريكة وكانت شفتها قد شحبتها وقالت أنا لا أشعر بأنني بخير آه لو كان جون وأسرع إليها بوارو فأجلسها ولكن رأسها سقط على صدرها فمددها على الأريكة ثم فحص عينيها وقال إنها ميتة سهلة خالية من الألم فحملقت إليه هنريتا وقالت وبوت في القلب لا شيء في الشاي شيء وضعته فيه عن عمد لقد اختارت هذه الوسيلة لتغادر الحياة كنت أنت المقصودة لقد شربت قدحك أنت ولكني كنت أحاول أن أساعدها هذا لا يهم ألم تشاهد كلبا يقع في فخ إنه يعض كل من يقترب منه لقد كانت ترى أنك تعرفين السرها ومن ثم حكمت عليك بالموت وأنت الذي جعلتيني أترك وأنت الذي جعلتيني أترك قدح الشاي وأنت الذي جعلتني أترك قدح الشاي هل كنت تعلم؟ لا لم أكن أعلم أنها دست شيئا في الشاي ولكنها ليست سوى شكوك إن موتها على هذا الوضع رحمة لها ولكن كيف أعرفت؟ كنت أشعر من البداية بأنها مسرحية مدبرة ولكني لم أعرف أن جيردا كريستو هي المدبرة إلا بعد مدة طويلة إن مظهرها كان تنثيلا لأنها كانت خلال حياتها تمثل دورها بمهارة ثم اكتشفت بمضي الوقت أنني في الواقع لا أحارب إلا ذكائك وأن أقاربك هبوا لمساعدتك بمجرد أن عرفوا ما تريدين فتضافرتم جميعا على تمييع الموقف وتوزيع الاتهامات لتضليل رجال البوليس وإيقاعهم في حيرة هذا ما أراده جون وهو معنى ندياؤه هنريتا لقد كان يريدني أن أحمي جيردا وأعتقد أنه في هذه اللحظة أدرك أنه كان حقيقة يحب زوجته أكثر من أي امرأة أخرى وكان يعلم أنني لن أتأخر عن تلبية طلبه لأنني أحبه وقد بدأت إجابة طلبه على الفور وكان أول عمل لي هو أن أخذ المسدس منها وألقيه في حمام السباحة فهذا العمل يمحو بصمات الأس وحينما اكتشفت أن هناك مسدس آخر عدت بعد الظهر ووجدته بسهولة لقد سبقت المفتش جرانج بدقيقة أو دقيقتين واحتفظت بالمسدس معي ثم حملته إلى لندن وأخفيته في الاستوديو حتى تتاح لي الفرصة لإخفائه حيث لا تصل إليه أيدي رجال البوليس أه الحصان؟ كيف عرفت؟ نعم لقد صنعت الحصان خصيصا لأخفي فيه المسدس فرجال البوليس لن يجرؤوا على تحطيم تمثال بدعوة البحث عن مسدس ولكن كيف عرفت مكانه؟ فكرة الحصان جعلتني أفكر في حصان ترواضة ولكن بصمات الأصابع كيف افتعلتها؟ إنها بصمات أصابع عجوز أعمى يبيع الكبريت عند منحن الطريق لقد جعلته يمسك المسدس عثما أخرج له النقود وقد فعل ولكنه لم يكن يدري أنه مسك مسدسا فنظر بوارو في إعجاب شديد وقال يا آنسة إنك أبرع وأذكى فتاة صدفتها في حياتي حتى الآن تمت بعون الله سيدة كريستو تعشق زوجها وتقدسه وأيقن المفتش أنه إذا كان ثم الدافع فعليه أن يبحث عن هذا الدافع في قصر هلو